السلام عليكم شوف يا جماعة لأن الفئة العمرية اللي موجودة عندي في السناب شات مختلفة وفي جزء ليس ببسيط من المراهقين والصغار يتابعوني فأنا ما أقدر أتكلم بشكل واضح لكن احنا ممكن نروح امريكا سياحة وانا بشفر الكرام لكن احنا نروح هناك ونخلي عيالي يدرسون في المدارس مستحيل سواء في امريكا سواء في كندا سواء في اوروبا الوضع يا جماعة صار مريب مريب مخيف يدرسون الأطفال سواء ابتدائي متوسط ثانوي طبعا الجامعة ما أتكلم عن هذه هل فئة من الابتدائي للثانوي صاروا يغصبون الطلاب منهج رسمي غصبا عن أولياء الأمور يدرسوهم الشيء اللي ما بين الزوج وزوجته غصب من أول كانوا يعطون غرقة تبي ولا ما تبي أنه أقول ما أبي الآن لا غصب شيء ثاني يا جماعة صار معي شخصيا قبل أولدي ما يدخلوا للتداي كان خلاص خلص التمهيدي باقي سواء تنتهي الدراسة قالوا لي تدعو الأولياء الأمور يوم جينا إلى المدرسة لقينا الأعلام موزعة في كل مكان شيء مريب الأعلام ذيك اللي تعرفونها وقالوا لنا أنه المرحلة الأولية اللي من بينهم اللي عبد المجيد حيكون فيه مدرس الساعة الأولى من الصباح مدرس مدركة فلصفة لكن مدرس لا هو ذكر ولا أنثى عشان يعلمهم يتقبلون هذا الموضوع ويعني غسيل المخ هذا اللي يقدر أقوله احنا على الفترة السوية يذكرون فمثل هالأمور يصبونك أو شيء على شيئين ما بين الزوجة وزوجته وش يسوون وما بين أنه تتقبل ثمان أصناف من البشر احنا عندنا ذكرونتهم عندهم ثمانية وأيضا ملزم عليك في المدارس تحضر احتفالاتهم ترفع أعلامهم تتوافق أو توافق على ما يطرح وكلك رضا غصبا عنك جرب تعارض الإدارة المدرسية تقلب عليك أقلها أقلها إذا شافوا ما فيك طب قالوا لأخذ ملفك وروح مدرسة ثانية وعلاها أنهم يشتكونك إلى القضاء أن هذا الرجل رجعي قمعي بلا 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 وما إلى ذلك بالإضافة لأنهم يسمحون أن الذكور يلبسوا ملابس الإناث والإناث تلبس ملابس الذكور فالإحتفالات لأنه عندهم شهر يحتفلهم فيه في السنة فأتخيل الاحتفالات هذه كيف بتكون وتخيل المنظمين الحفل منهم فهمتوا كيف وفهمتوا ليش يعني هذا جزء بسيط الآن ترى أغلب المشاهير اللي موجودين برا بدون ذكر أسماء لأنني والله ما أخذت الإذن منهم من يقول أسماءهم ولا ودي والله في عوائل معروفة بالسوشال ميديا بدأوا يرجعون آخرتها عائلة معروفة باليوتيوب هذا هم موجودين الأسبوع الماضي وصلوا أبو ظبي معين العقر رسلتهم قلت لهم الحمد لله على السلام وأعتقد أن السبب المدارس كان وإيه والله السبب الرئيسي المدرسة فهناك ما لك رأي جماعة أنا ما أتكلم من عشرين واحد وعشرين وفوق إلينا الحين قبل الأمر طيبة ما يجيني واحد يقول يا رجال وحنا بتعاثنا مع عيالنا واصلنا خير يوم تقول لسنة كم يقول لك 2008 2009 سلامات حين أتكلم أنا أتكلم الحين لأنه أنا عارف هذا الرجاني قبل وبيجيني الحين من واحد وعشرين بعد ما أقروا أنه فرض الأب ما له سلطة حتى الأب ما له سلطة على ولده أنه يقدر أنها يبي يصير ذكرة وأنثى ما له سلطة ما أقول لكم كل الولايات أو كل المقاطعات فيه مثلا في أمريكا فيه مثلا تكسس وفي ريدا لا زالوا مصرين أن هذا الشيء مرفوض لكن الغالب موافقي أيضا بالنسبة لكندا وبالنسبة أيضا لأوروبا أغلبهم موافقين ما أطول عليكم سنة 22 أغلب المدارس صارت الآن لا يوجد حمامات أعزكم الله حمامات للذكور وحمامات للإناث لا ما فيه الحين خلاص مفتوح حتى لما تروحون بعض السوبر وأنكت بعض بتلاقيين أنجندر يعني حمامات بدون تحديد جنس لا أذكر ولا أنثى اللي يبي يأتخل خلاص صارت تأهيل العنني ومرعب وزي ما قلت لكم ما لك حيلة إنك تنطق أو تتكلم قد يكون في بعض الأول إذا تبربر تبربر ما عندك ما عند جدتي أرجع أرجع ببيتك اللي نبيه بيصير فهذه باختصار وضع المدارس برا ترجمة نانسي قنقر